السلام عليكم أصدقائي وياكم أخوكم حسين من قناة تيك فونس وهذا هو جهاز الريل مي 12 بلس أحدث آخر جهاز نزلت الريل مي بالأسواق العراقية وأيضا هو أحدث جهاز من سلسلة الريل مي 12 اللي متابعني منكم أكيد شاف مراجعتي لنسخة البرو والبرو بلس النسخة اليوانة اليوم راح تكون البرو بس بدون البرو فجربت لمدة أسبوعين تقريبا وكالعادة هذا راح تكون مراجعتي له إذا حبينا نبدأ شوية تصميم فنسخة البرو بلس راح تحمل نفس لغة التصميم الموجودة بنسخة البرو والبرو بلس من ناحية مواد التصنيع الظهر نفسه اللي راح يكون مصنوع من الجلد واللي راح ينطيك إحساس ممتاز بالجودة والفخامة حتى تصميم الكاميرات المختبس من ساعات روليكس راح يكون نفسه اللي موجود بنسخة البرو والبرو بلس فالاختلاف من ناحية التصميم راح يكون فقط أنه نسخة البرو بلس راح تجينا بظهر مسطح ما بأي انحنان ما نسخة البرو والبرو بلس الظهر ما لا تكون منحل من الجوانب فإذا أنت من الناس اللي تفضل أن يكون الجهاز مسطح ممكن هذا النسخة تكون أفضل بالنسبة لك من نسخة البرو أو البرو بلس وأكيد هنا عندنا دعم لمقاومة الماء والغبار بمعيار الـ IP54 اللي رح يسمح لك أنه تستخدمه تحت مياه الأمطار مثلا أو المياه السطحية بشكل عام حتى إذا وقع عليما بالغلط ما رح تصير عندك بأي مشكلة من الجهة اليمنى رح تكون عندنا أزرار التحكم بالصوت بالأضافة لزر الـ Power ومن الأسفل عندنا منفذ الشحن أكيد من نوع Type-C بالأضافة لمنفذ استقبال الشريحتين وأكيد السماعة الأساسية اللي رح تكون شغالة مع سماعة المكالمات الموجودة بالأعلى حتى ينطوك مع بعض تجربة صوت من منطقتين صعب أنه أنت تغطيهم عندما تستخدم الهاتف بالشكل الأفقي الشاشة على هذا الجهاز رح تجينا بحجم متوسط 6.67 اللي هو حجم أنا شخصيا أفضلة لأنه ما يكون كلش كبير مثل الألترا مثلا قد يكون مزعج بالاستخدام خصوصا بالنسبة للناس اللي ييدهم مو كلش كبيرة وبنفس الوقت ما تكون كلش صغيرة وتأذي عينك عندما تستخدمها للفترات الطويلة دقة الشاشة نفسها رح تكون ونوعيتها رح تكون الشي اللي يعني أنه هنا عندك تشبع ممتاز بالألوان عندك تباين عالي وأيضا عندك لون أسود حقيقي اللي رح تأخذنا إلى خاصية ثانية باسم الـ Always On Display الخاصية اللي تعرض لك الوقت والتاريخ ومقام مستشعر البصمة وإشعارات ثانية وأمور ثانية ممكن تخصصها على الشاشة دائما بدون أي استهلاك يذكر للطاقة التردد هنا أيضا رح يوصل لـ 120 هرتز ويكون عندك دعم لخاصية الـ HDR 10 Plus فبالتالي ممكن تشوف المحتوى اللي يجي بمدى ديناميكي عالي من فيديوهات اليوتيوب وأفلام نتفلكس مثلا أو حتى ممكن الألعاب على هذه الشاشة بالألوان الحقيقية السطوع هنا أيضا رح يوصل للـ 2000 شمعة الشي اللي يخلي الشاشة مرئية بشكل جيد حتى بالمناطق اللي إنارتها عالية مثل الشارع مثلا بأوقات النهار فشي على شي الشاشة الموجودة على هذا الجهاز بصراحة ممتازة جدا من كل النواحي الأداء هنا ما رح يكون أقل قوة من الشاشة فرح يكون عندنا معالج Diamond City 7050 معالج ثماني النواة مصنع بتقنية الأربع نانوميتر وبترده أن يوصل للـ 2.6 جيجا هيرتز وهي ذاكرة عشوائية أو رام بسعة الـ 12 جيجا قابلة للمضاعفة عن طريق تقنية الرام الافتراضي اللي تقدر من خلالها تاخد جزء من الذاكرة الداخلية تحديدا 12 جيجا بايت وضيفة للذاكرة الموجودة هنا الذاكرة العشوائية الـ 12 بالتالي يصير عندك 24 جيجا بايت فهذا الشي رح يضيف لك سلاسة أكبر للجهاز خصوصا عندما تلود عليه وتفتح أكثر من تطبيق بنفس الوقت وتتنقل بيناتهم رح تصير عندك مساحة أكبر من هذه الناحية ويا ذاكرة داخلية رح تكون بنسختين أما 256 أو 512 خلال فترة تجربة للجهاز بالأسبوعين اللي فاتت أداء الجهاز كان كاستخدامات عادية من المكالمات تصفح السوشال ميديا اليوتيوب الفيسبوك الانستجرام والاستخدامات اليومية بشكل عام أداء الجهاز بيها رح يكون أكثر من ممتاز وحتى بالاستخدامات المكثفة مثل الألعاب قدر يشغل اللعبة مثل Call of Duty على أعلى أعدادات موجودة ونطاني بيها 60 فريم بأداء كان جدا مستقر وبدون أي مشاكل نهائيا لا من ناحية الحرارة ولا اللاق والتقطيعات أما بالنسبة للكاميرات فهذا الجهاز رح يجينا بسيستم كاميرات ثلاثة من الخلف الأساسية منها بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر من شركة سوني ورح يكون مثبت بصريا بتقنية Optical Image Stabilization أو OIS الشي اللي رح يخلي الصور اللي تطلع من هذه الكاميرا برزوليوشن وثباتية جدا عالية فحتى بعد ما تأخذ الصور رح تقدر تسوي بيها زوم بكمية جدا كبيرة وما تكون عندك بيها أي مشاكل وتحافظ على الدقة مالتها فالصورتين اللي قدامكم واحدة بالعدسة الأساسية والثانية بعد ما سويت بيها زوم لحد العشر مرات مثل ما تلاحظون الجودة أكثر من جيدة وماكو داعي أن تركز على تثبيت إيدك عندما تاخذ صور بالأضاءة ضعيفة لأنه مثل ما ذكرت هذه الكاميرا مثبتة بصريا فبالتالي أي اهتزاز ممكن يصير أثناء التقاط الصورة أو تصوير الفيديو رح يعالج هذا الجهاز مباشرة وبالحديث عن تصوير الفيديو هذا الجهاز يقدر يصور فيديوهات بدقة الفور كي والثلاثين فريم العدسة الثانية هنا هي عدسة الألترا وايد أو الزاوية العريضة تجي بدقة الثمانية ميجا بيكسل وأيضا تنطيك نتائج جيدة بظروف الأضاءة الممتازة بزاوية التصوير رح تكون أعرض من العدسة الأساسية بالتالي طلع لك كمية محتوى أكبر ولكن بنفس الوقت برزيليوشن أقل شوية بحكم فارق عدد الميجا بيكسل هذه خمسين وهذه ثمانية ميجا بيكسل العدسة الأخيرة هي عدسة الماكرو بدقة الاثنين ميجا بيكسل كاميرا تسييل في هنا رح تجي بدقة الستعاش ميجا بيكسل وأيضا تصور فيديوهات بدقة الفول اتشدي والثلاثين فريم تشوفوني حاليا من كاميرا الريال مياثناش بلاس بظروف الأنارة الممتازة نارة التصوير هنا رح تكون عندنا خاصية الـ EIS أو التثبيت الإلكتروني فإذا نتحرك تصيركو حركات اهتزازات شوية بالموضوع تلاحظون أن الجهاز رح يعالج هذه الهتزازات بطريقة سلسلة من خلال الذكاء الاصطناعي ومن خلال المعالج نفسها يعني شي يكون سوفت وير مو هارد وير بالتالي ما تكون عندنا اهتزازات حادة تزعج المشاهد أو المتلقي عندما تتحرك وانت تصور تكون سلسلة مثل ما تلاحظون قدامكم فشونا يكون بيها كتبوا لي بالتعليقات البطارية على هذا الجهاز تجيب سعة الخمس آلاف ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة ممتازة السبعة وستين واط اللي ممكن تشحلك أكثر من نص البطارية خلال أقل من ربع ساعة بعيدا عن قدرات الشحن هذه البطارية قدرت تكفيني يوم كامل كاستخدامات عادية سوشال ميديا وهذه الأمور قدرت نطيني تقريبا بحدود الـ 12 إلى 13 ساعة من السكرين اون تايم أو التشغيل المستمر فبالتالي إذا استخدامك يوميا جول 12 ساعة استخدام مستمر رح تمشيك يوم كامل بدون ما تحتاج أنه تشحنه بالنهاية السعر هذا الجهاز للنسخة الأقل نسخة تخزين 256 رح يكون 269 دولار يعني بالعراقة تقريبا نتكلم عن 380 ألف دينار والنسخة الأعلى اللي تجي بذاكرة 512 رح يكون سعرها 319 دولار يعني بالعراقة أيضا بحدود الـ 460 ألف دينار فبس هذا كان كل شيخص فيديو اليوم وهاتف الريل 12 بلاس أتمنى أعجبكم الفيديو واستفاديتم من عندي إذا تشوفنا أول مرة على اليوتيوب لتنسان بلايك واشتراك وإذا تشوفنا بالفيسبوك فياكيد لايك ومتابعه خليه يوصل لكل جديد كان معكم أخوكم حسين تحياتي لكم